اهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام في حلقة متجددة برنامجكم عدسة ثراء و من خلال هذه العدسة نقوم بتغطية جميع الفعاليات و الأنشطة المقامة داخل دولة الكويت منها الاجتماعية و الثقافية و الدينية فنتمنى لكم مشاهدين الكرام متابعة طيبة في حلقة اليوم بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسوله الأمين و على آله و صحبه أجمعين ثم أما بعد الله سبحانه و تعالى ذكر لنا في قصة سيدنا يوسف بنيت على رؤية صالحة من سيدنا يوسف الطفل الذي رأى أحد عشر كوكبا و الشمس و القمر له سجودا فأخبر والده يعقوب فقال يعقوب لابنه يوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا فهذه الرؤية هي قصة سيدنا يوسف نحن نتكلم عن الرؤى و الأحلام كل يوم يأتينا رجل يعاني من مشاكل أو يعاني من هموم أو أحيانا يكون خاضع لهذه الرؤية أو هذا الحلم الذي رآه أو يكون أسير للرؤى و ما يعني يراه في المنام ما هي الرؤية و ما هو الحلم و كيف نفسر بينهما نحن في هذا سوف نقتصر على مفهوم الرؤية النبي صلى الله عليه و سلم ذكر فيما يرى النائم ثلاثة أشياء قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤى ثلاثة رؤية من الرحمن و حلم من الشيطان و حديث المر نفسه الرؤية من الرحمن كيف نفسر و نفرق بين الرؤية من الرحمن و حلم من الشيطان الرؤية من الرحمن أولا تقع صحيحة صحيحة و واضحة و غالبا يكون وقتها وقت فاضل قبل أذان الفجر بعد أذان الفجر يعني في أوقات فاضلة و تكون بكثرة لعبد الله المؤمن و قد تقع للفاسق و قد تقع للكافر كما وقع في قصة سيدنا يوسف لأن الملك الكافر رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف فتقع الكافر نعم قد تقع لكنها نادرا و تقع لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدقكم حديثا أصدق أكثركم رؤيا و في آخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم بشر بأن الرؤية الصالحة تكثر لعباد الله المؤمنين لكثرة الفتن و لأن الله سبحانه وتعالى يحافظ على عباده المؤمنين بأن يريهم الطريق الصحيح في رؤيا و في بشائر من بشائر هذه الرؤية تقوي إيمان العبد ذلك إذن الرؤية الصالحة تقع لعبد الله المؤمن تقع واضحة صحيحة صريحة و تكون واضحة المعالم ماذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الإنسان رؤية غالبا تكون أمر بخير أو نهي عن فعل شيء قد يضرك أو يضر أولادك و يكون في الفعل أو في النهي خير لك أولا إذا رأيت رؤية صالحة لا تخبر بها أحد إلا بشرطين الشرط الأول أن يكون يعلم تفسير رؤية الشرط الثاني أن يكون يحبك بينك و بينك يعني أنظر إلى سيدنا يوسف حينما أخبر إلى يعقوب والده و هذه الرؤية الصالحة قال له يعقوب أبوه قال لا تخبر أخوتك فيوسف ببساطة أخبر أخوته فحسدوه رغم أنهم أخوة فالحسد قد يأتيك من قريب لك و أنت لا تعلم لأنه يتمنى ما أنت عليه و هذه حضوض نفس قد يضعف أمامها الإنسان إذن الرؤية صالحة ماذا نفعل أولا أن نحمد الله سبحانه و تعالى ثانيا أن لا نخبر بها إلا من نحب ثالثا أن يكون معبرا للرؤى و لا نتوسع بذلك لأن بعض الناس إذا فسر الرؤية كأنه علم يقين قد يكون ذلك و قد لا يكون ذلك لأن هذا علم للغيب اختص به نبي الله يوسف أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يخبر بعلم الله عز وجل أما أنت مجرد ظنون و مجرد ظن راجح تراه و ليس هناك كتاب يعطينا واحد زائد واحد يساو اثنين رؤى صحيحة و كل الكتب التي كتب في الرؤى إنما هي احتمالات و ظنون و تختلف الرؤية من رجل إلى رجل يعني على سبيل المثال محمد بن سيرين و من العلماء الكبار الذين عبروا الرؤى و فسروها جاءه رجل و هو جالس فقال يا رسول يا إمام رأيت أني أؤذن فقال أبشر سوف يعني تحج هذه السنة ثم جاء الرجل آخر فقال يا إمام رأيت أني أؤذن فقال سوف تسرق و تقطع يدك فقال يعني يا إمام كيف قلت ذلك قال خطر بقلبي هذا الرجل و ما رأيت عليه من علامات الصلاح خطر في قلبي قول الله عز وجل خطر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجاله ثم جاء الرجل الثاني رأيت عليه علامات لا تدل على الصلاح و خطر في قلبي هكذا سبحان الله و أذن مؤذن بينهم أية والعير إنكم لسارقون فهي رؤية و هي كل ما صدق المؤمن مع الله سبحانه وتعالى و معرفة أحوال الذي رأى الرؤية قد تصدق بذلك إذن ماذا نفعل لا نخبر بها إلا من نحب و يكون عالما بهذا الرؤية اثنين حلم من الشيطان غالبا هذا الحلم يكون فيه دعوة إلى الفسوق دعوة إلى التخوين دعوة إلى الفسق دعوة إلى الشك و الظن يعني أحيانا الشيطان لا يستطيع لك باليقظة فيأتيك في المنام يخونك بينك و بين زوجتك و يخون الزوجة بزوجها و يخون الأخ بأخيه و الشريك إلى شريكه أحيانا يرى الإنسان بمحرمات كأنه يمارس و العياذ بالله بكذا و كذا فهذا قد يسيء للمؤمن و الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن لا نلتفت ماذا نفعل إذا رأينا مثل هذه الأحلام و هذه الكوابيس أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله عز وجل و ننفث عن يسارنا ثلاثا أعود بالله من الشيطان رجيم أعود بالله من الشيطان رجيم ثم و لا نخبر بها أحدا إذن الحلم من الشيطان لا نخبر بها أحد و أن نستعيذ بالله عز وجل و نغير إذا كنت نائم على اليمين نام على اليسار بعدما تنظر إلى اليسار و تنفث و تستعيذ من الشيطان إذن رؤية من الرحمن حلم من الشيطان حديث المرء نفسه حديث المرء نفسه كان خاطرك تسافر وطارت عنك الطيارة كان خاطرك تتعشى ونمت ومات عشيت ماذا يحصل في المنام قد ترى يعني ما يتخيل الإنسان جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان من عادة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول هل رأى أحد منكم رؤية فيخبره من رأى رؤية ثم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم دائما تفسيرا إيجابيا مرة من المرات جاء رجل فقال يا رسول الله رأيت كأن رأسي قطعت وتدحرجت أمامي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا يحدثني أحد بما تلاعب به الشيطان أحيانا يكون حديث المرء نفسه فلذلك لما رأى هذا الرجل رأسه قطعت وتدحرجت أمامه ثم أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون هذا من الشيطان حلم من الشيطان يريد أن يتلاعب به أو قد يكون رؤى أو ما يحدث الإنسان به نفسه فلذلك نحن فيما يرى النائم إذا أصبح الإنسان ينبغي عليه ماذا إذا كانت رؤية من الرحمن أن يحمد الله ولا يخبر بها إلا من يحب ثم بعد ذلك يعني ينتظر الخير من الله سبحانه وتعالى وهو علم ظني لا يجزم بذلك حلم من الشيطان ينفذ عن يساله ويستعيد بالله عز وجل ولا تضره بإذن الله عز وجل حديث المرء نفسه لا يحدث بها ولا تضره بإذن الله عز وجل ولا يكون الإنسان أسيرا لكوابيسه وأحلامه في ذلك هذه مجمل الرؤى وما يراه الإنسان في منامه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم والحمد لله رب العالمين إلى هنا نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم ألتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد لكم أنا أجمل تحية ومع السلامة